اسم الدرس الوجبات الغذائية وتوزيع أوقاتها في اليوم المحور الثالث التغذية أتعرف الوجبات الغذائية وتوزيع أوقاتها في اليوم يحتاج الإنسان إلى الغذاء لكي يبقى بصحة جيدة ولكي يقدر على العمل والإنتاج وهذا الغذاء يتوزع في اليوم على ثلاثة وجبات غذائية وهي فطور الصباح ويكون على الساعة السابعة صباحا الغداء ويكون عند منتصف النهار العشاء ويكون على الساعة الثامنة مساء وجبة فطور الصباح وتعد وجبة فطور الصباح الأكثر أهمية بين وجبات الطعام اليومية وبخاصة للأطفال والطلاب والعاملين لأنها تأتي بعد مدة طويلة من عدم تناول أي طعام تزيد مستويات الطاقة في الجسم لأنها تحتوي على الفيتامينات والمعادن الأساسية فتتحسن الحالة النفسية للشخص الذي يتناولها ويكون أكثر إيجابية في تعامله مع وسط المحيط تجعل من أداء الذي يتناولها في الدراسة والعمل أفضل تمنع على التلاميذ والطلاب الشعور بالجوع خلال الحصص الدراسية الأولى وبالتالي يكونون أكثر تركيزاً ونشاطاً خلالها وحتى تكون هذه الوجبة مفيدة يجب أن يتوفر فيها ثلاثة أصناف من الأغذية أولاً مادة لبنية والتي تتمثل في الحليب أو أحد مشتقاته من يغورت أو جبن الحليب مادة غنية بالبروتينات والكالسيوم الضروري لصحة العظام ولتوفير الطاقة ثانياً مادة توفر البروتينات والكالسيوم كالخبز أو أحد مشتقات الحبوب لتوفير الطاقة الخبز مع زيت الزيتون أو الزبدة أو مربى الغلال ثالثاً سائل بارد أو ساخن مثل عصير الفواكه أو الماء لتطهير الجهاز الهضمي والبولي عصير الفواكه مليء بالفيتامينات التي تمدنا بالطاقة الضرورية البسيسة كذلك طعام صحي جداً لاحتوائه على الحبوب والتوابل وزيت الزيتون وهي سر من أسرار الصحة التي كان يتمتع بها أجدادنا وجبة الغداء يجب أن تكون وجبة الغداء متنوعة وكافية يمكن أن نتناول في وجبة الغداء مثلاً كسكسي باللحم أو بالسمك صلطة ماء غلال عصير وجبة العشاء وجبة العشاء وجبة خفيفة ومتوازنة حساء طاجين خبز غلال عصير الماء ضروري دائماً نستهلك منه كمية قليلة أثناء الأكل وبعد الأكل بنصف ساعة نشرب ما يروي عطشنا لأن شرب الماء مع الطعام قد يتعب عمل المعدة ويشعرنا بالتخمة والكسال يجب أن نحرص على تناول الغلال في موسمها لأن غلال الصيف الموجودة في فصل الشتاء هي حتماً غلال تم تجميدها في ثلاجات ضخمة وبالتالي تكون قد فقدت كمية كبيرة من الفيتامينات ونكون قد خسرنا نصيباً هاماً من فوائدها نحرص دائماً أن تكون كمية الأكل متوازنة وأن نقلل من السكريات حتى لا نصاب بمرض السمنة ومرض السكري أتدرب أولاً أربط بسهم فطور الصباح وجبة الغداء وجبة العشاء الساعة الثامنة مساء منتصف النهار الساعة السابعة صباحاً الإجابة فطور الصباح الساعة السابعة صباحاً وجبة الغداء منتصف النهار وجبة العشاء الساعة الثامنة مساء ثانياً أصنف الأغذية التالية في الجدول الموالي خبز كسكسي زبدة بيض غلال أو عصير الغلال الطازج حليب مرتبات صلطة حساء أغذية الفطور الصباح أغذية تأكل عند الغداء أغذية تأكل عند العشاء الإجابة أغذية لفطور الصباح خبز زبدة بيض غلال أو عصير الغلال الطازج حليب مرتبات أغذية تأكل عند الغداء كسكسي غلال أو عصير الغلال الطازج صلطة أغذية تأكل عند العشاء خبز غلال أو عصير الغلال الطازج صلطة حساء أغذية تأكل عند العشاء ترجمة نانسي قنقر